الآيس مدمنو خارجون عن السيطرة عرف في البداية بمخدر الأثرية نظرا لغلاء سعره لكنه مع كثرة تداوله صار ينتشر بصورة سريعة وينخفض سعره الآيس تأثيره يتجاوز كل أنواع المخدرات يدمر الخلايا والقلب والشرائين والجهاز العصبي تظهر عرضه مجرد البدء في تعطيه الآيس هو نوع من المخدرات الكيميائية غير النباتية وينتشر في كل أرجاء البلاد والذي أطلق عليه آفة العمر عملية علاج الإدمان عملية طويلة ومكلفة للغاية نحن اجتهدنا عبر مركز غادرين أنه نعمل صندوق علاج الإدمان وشعارنا عندك شيء ما عندك خط بأقل تكلفة في السودان نحن بنعالج السيستم بتاعنا بيقول 28 يوم الفترة أقل فترة ممكنة لو الزور مستاجل لكن نحن عادة بين 45 يوم إلى شهرين لتلاتة لأنه عملية سحب السيمون بتتم تدريجيا بعد ذلك الجلسات النفسية أهم نقطة المواطن عايزة يعرفة أنه مرض الإدمان أنه الإدمان مرض والمرض ده هو مرض سلوكي السلوك ما بتتعدل بين يوم وليلة بتاخد زمن عشان كده الجلسات لازم تقوم مستمرة عندنا بروغرامز متفرد داخل المركز اللي هو العلاج الجماعي عندنا نظام الماتريكس التويلف ستيب عندنا العلاج الروحي والآرصرابي بعد ما يقعد معي المتعافدية المريض التعافى بدل ما يرجع البيت ويصدم بالواغع بنوديه 15 يوم حتى بتاعت ترويح نفسي إذا تجولت في عالم الإدمان على المخدرات تجد أنه مليء بالمآسي والآلام والعراقيل أيضا وقد يتقطع لها قلبك ألما وذلك بسببه آهات وزفرات تستشعرها في نبرة صوت من وقع في مستنقع الإدمان تجربة والله فاشلة جدا جدا لكن ده كله من باب شنو الفرق الانتهت من الجامعة وما في كان عاطل باعتبار عاطل الفرق يا هلبي ولد القلام ده قال لك إنك شنو يعني ما عندك موضوع أنا صراحة ما كان عندي موضوع غير اللايس بأي طريقة بحال بجي واشي القروش من الناس البيت من أصحابي ولو بسرق ذاته ممكن أنت تسرق عشان إنك تتحصل على الآيس المهم يعني مع مرور اللايان براي يعني مع نفسي أصحابي اللي معي كلهم في الخش مصحات في الجنة جنة بقيت أنا نفسي براي لدرجة إن أنا بجيب بمشي بتحصل عليه وبجي راجع بضرب براي بكون قاعد براي لدرجة إنه بقيت ما داهر زول ذاته يكون قاعد معي ولا ولا وزول من أصحابي ذاته وعلى غطي معنا سالبيتي توترت مع المجتمع توترت لقيت نفسي إن أنا بجاهد براي برا النهايات المؤلمة المرتبطة بكل حكاية لمدمرين المقدرات حيث تنتهي معظم هذه القصص بالإصابة بالأمراض الخطيرة الجسدية والنفسية أيضا زي ما بيقولوا أنا توبت الحمد لله حصلت لي يعني كنت بتعطاه بمشاكل أسرية فعلا الكبير هو الكبير يحترم الصغير وكذا لكن الأسباب التي خلتني أطعاط أصل للعايس هي المشاكل الأسرية طبعا والدي توفى ربنا يرحمه فالأهل يعني بيكونوا غلطانين لكن لما أنا أتكلم مع دازول مبرني بسايد دازول بتاع عايس يطلعوا كنت الغلطان لكن زي ما بيقولوا إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم منظمة بيتمكلي لعلاج الإدمان فتحت الباب لسوداني 24 للجلوس مع مدمني الآيس بعد افتتاح المركز بشهر أو شهر ونصف كده بدأنا نستقبل حتى حالات بتاعة الآيس الظهرت حديثا يعني بنستقبل الحالة ونبدأ نتعمل معه في المراحل العلاجية نواصل معه لحد ما يبلغ الشفاء المعدل الكل بتاع الحالات الوصلونة في المركز الحدي الآن يتجاوز 275 حالات الشفاء التام بمعدل 95 لتزعين دلت خلاص بلغوا مراحلات الشفاء وواصل حياتهم بصورة طبيعية عندنا جزء من الانتكاسة وغلبيتهم بيكونوا ما يخلصوا العلاج أو ما التزموا بالالتسامات من الصعب علاج حالات المدمر في المنزل نظرا لخطورته الشديدة بل يجب الذهاب إلى المراكز والمستشفيات المخصصة لعلاج الإدمان أنا أول ما بدأت اللايس بدأت إنه قدت أشغال معه في الدقان وآخر اليوم مشيت أماشي على البيت يوانا واحد صاحبي قال ليه ماشي به وقال ليه ماشي في البيت وانه تعابان جاء من الشهور قال ليه رح أن نسائبه معي واني له حاجة أردك له وقال ليه بيتنا هنا وهم بيتوا من بيتنا قريب لي باع ومشيت معه وانه أول تعرف اللايس قام طلع حقن وطلع اللايس اللي هو كيرستان مزدى عب الحقن طعن نفس هو الحاجة شفت إنه شعوره عجبني طوال قمتها أنا أدع حديتي ودي قام طعن نفس حسيت بشعور زائد طاقة زائدة جدا جدا وليحد تاني لأبوي في الدكان اشتغلت معه لحد تاني ونفعت حد دكان ما قفلته بقيت أتحصل عليه والله إنه بس بقيت أي حاجة غلّت الشوق غلّت أي حاجة بس بقيت دار الآيس حاولت أخليه لكن ما قدرت أخليه بس بقيت حياته قد لا يقاتل الآيس فقدت ناس كتير فقدت موظم أصدقائي فقدت حالي فقدت مستقبل زاد وانا قربت فقدت هذا المخدر أقلق السلطات والمواطنين والشباب وشهدت الفترة الأخيرة تفشي لافتا لمخدر الآيس في المجتمع الذي يعاني في الأصل من أزمة سياسية واقتصادية خانقة لا يكاد أي مريم دون إعلان ضبط شحنة مخدرات وتزداد المخوف من الانتشار أكثر مع كم المعلومات والأحاديث المتداولة همسا وجهرا في معظم مجالس السودانيين